أشتركوا في القناة المترجم للصفية المترجم للقناة موسيقى المترجم للقناة هذا اليوم لديه كبيرة لأن أخيرا تخرجت وسأصبح تخصص الفن لديه والذي هو الرسم واللي ديره كان ما تعيش ومشي هواية كنحاول نتأمل فيه حياتي واللي كنتخيلها بحل شيء إنسان في المظهر دياله العادي بحل أي مثيل دياله ولكن في العمق والتفكير دياله كينما جرم للخيال الواسع اللي عمر هاتقادة من بعد الصيف اللي داس سافرت العاصمة باش نكمل قريتي في الجامعة كنت راكب في الكارل اللي عمر وبقت غير بلصة وحدة حدا واحد البنت واللي بطبيعة الحال فرحت وشلست حداها بلا ما نفكر جبت اللوحة الإلكترونية ديالي ودرت فيلم راكم هارفين باش ما نحسش بالمالة ديال الصفر اللي كان طويل أنا ما ديتهاش في البنت اللي كان جالسة حدايا واللي كانت كتتفرج معايا في الفيلم غير بنص العين شوية حسيت بها الترخات وجاها الناس وتكتع لكتفي ما قديتش نقيسها ولا نحركها وخليتها تاخد راحتها وصلنا للعاصمة في الصباح بكري المحطة ديال الكار عامرة بالناس اللي مشغول في خدمته واللي كيستن الكار يشي أو اللي كيستن الكار يشي المهم بزاف ديال الحالات اللي كينين الكار وقف والناس بتدوي هبطوا أنا ما قدرتش نتحرك حيث البنت باقى ناسا لكتفي قبل ما نزع مناظر قفزات فاش سمعات الكلاكسون ديال الكار شفت فيها وقالت سمح لي يا أخويا كنت نتقي عليك ياك جاوبتها بالزربة وقلت ليها ماشي مشكلة أختي ضحكات معايا ومن بعد هبطنا من الكار وتفارقنا كان خاصني نشرب القهوة وحسيت براسي غادي يترتق في ديك الطريق اللي يجيت فيها مشيت لكافيتيريا ديال المحطة وطلبت قهوك حلا وجلست في الطبلان قابلة مع الباب جبت دفتر ديالي ديال الرسم وبديت كان نرسم دك شي اللي كيبان قبالتي ناس والكيران إلى آخره ما دازتش بزاف ديال الوقت حتى دخلت من الباب البنت اللي كانت جالسة حدايا في الكار حتى هي طلبات القهوة وجلسات في الطبلان مقابلة معايا هي ما شافتني شو وأنا هي استغليت الفرصة وحاولت نرسمها في داك المنطر واللي كانت جالسة فيه مرة مرة كان شوف فيها ومن بعد كانت تنحى على الدفتر هزيت راسي وكلقاها وأقفح دايا وكتشوف والدفتر وكتشوف فيها وضحكات وقالت لي وخانقلس حداك؟ جاوبتها وأنا متعجب وقلت لها آه آه خدي راحتك جلسات وقالت اسميتي ماريان وأنت شنو اسميتي؟ أنا اسميتي معاد متشرفي نختي بعيني فيك براني مش أول مرة كتجي العاصمة؟ آه آه هذه أول مرة وجيت باش نكمل قريتي والتخصص ديالي اللي هو الفن وانتي شنو اللي جابك للعاصمة؟ أنا كنت تكون فيها وغير كنت مصافرة عن صاحبتي في هذا الصيف وده برجعت لدرنا اللي ما بعيداش بالزافة للمحطة آه 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 مزيان نيت أنا مكرات شي واحد يوريني شي بلاصة مناسبة باش نكري نكري فيها شي شوقها علاقة للحال وما نلقاش شي واحد حسن منك أنت سكنة هنا وغادي تكوني عارفة شي وحده أو لا شي حد بغي يكري أو لا لا كاين واحد شوقها زوينة اللي كرح درنا وكان عارفهم وليها نعطيك العنوان والسارو تتخدم لعند الأساس ديال العمارة هو اللي غادي تعطيه الفلوس لكرا واخا انتي يا صافي اعطني غير العنوان وأنا غادي نمشي اليوم مليها أعطتني العنوان ديال الشقة تفهمت مع العساس وعطاني السوارت دخلت لي هاو ما كانت كبيرة ما صغيرة صراحة كانت مناسباني لحد كبير وحتى التمنى كان مناسب المهم بديتك نعلق اللواحات ديال الرسم في الحياة ديال البيت ديال الناس وحتى الكوزينة أنا طبيعتي الخاصة في المكان نجلس ضروري خاص يكون شي لوحة في النية معلقة نشوفها باش نتأمل ونستوحي منها دازت لأيام وكانت روتينية في الجامعة واحد منه كنت راجع للشقة ديالي لقيت مريم واقفة احدى الباب أنا تعجبت فاش شفتها سلمعت عليها وعرضت عليها تدخل للشقة باش نشكرها حتي هي السبب فاش لقيتها بسهولة ودك شي اللي كانت خلات وبقد كتشوف اللواحات اللي في الحيط وعجبوها وقالت لي عندك موهيفة في الرسم اه أنا يا نمط ديال العيش ديالي هو الرسم وهو السبب اللي خلاني نجي من المدينتي الام اللي هنهاي العاصمة كيف كتشوفي باش نحتارف فيه ونزيد نطور الخبرة ديالي سنك عجبني الفن وكنت مولعبه في صغري ولكن ما عنديش الخبرة ديالرسم ما بغيت نطلب منك خدمة في المجل الفني ولكنني حشمت اه ما عنديك لاش تحشمي شنو خير غير قولي لي اشنا هي هات الخدمة عرا نقدر نعاونك خصوصا تيالي عاونتيني في هات الدار وسهلت عليا بزافة الامور بقيتك بتصملي بالحواج عريانا ها كنت متوقعة هات الخدمة اللي بغت مني بتاسمت وقلت ليها على الراس والعين ولكن المشكلة الاول اديالي صعيب بزاف ما خصوش يعرف واذا بغيت نبقى نجي عندك انا نجي غير في الليل انا يا ما عندي تشي مشكل فقمبيتي تجي لعندي مرحبا اجي في الوقت اللي يعجبك ما عنديش مشكل شكرا بزافة غدت مع العشرة اللي نجي عندك ترسمي واخا اوكي دزت هذه الليلة وطلع الصباح مشيت نشري شي مسائل ديل الرسم اللي كانوا نقصيني كنت متحمس بزاف وانا كانت سنة غير امتى توصل لعشرة ديل الليل باش نبدأ الخدمة ديالي اللي بغت مني مريم طبعا في الفن هاد القضية ديل الرسم الجسم عاري كتكون عادية وخاية محرمة وغير اخلاقية لكن كيبقى الفن دائما متخطي الحدود دازل الوقت وصل الموعد مع العشرة جات مريم ودخلات نيشا لبيت ديل الناس حيدات حويجها كاملين واخدات واحد الوضعية فوق الفراش جبدت اللوحة وحطيتها بعيدة ومقنتها في البيت درت الإضاءة المناسبة باش نركز في الجسم او في المفاتن ديالها اللي اخدهني العقل ديالي بقوة الجمال ديالها رجعت للوعي ديالي وطلقت الموسيقى الهادئة والرومانسية وبيديت الخدمة ديالي ومعطرنها للمدة ديال نصف ساعة اللي كنت ساهي فيها وانا كنرسم الإطارة كتغلي في دمي حبست الرسم فاش سمعت التليفون ديالها كيصوني كان لاب دياله وقالي باش تشيل الدار حتى تلات لبسات حويجها بالزربة وقالت ليا خالي حتى الغدام كمرو الخدمة تضغطني نمشي باش ميزع الصبش ليا بابا واخا صافي نخليها تلغد في نفس الوقيتها خرجت مزروبة وانا كنت باقي كنشوف ديال لوحة اللي حبست في الرسم اللي كنت بديت من رجليها حطر الخصر طفيت الضو ناست وحلمت بها في ديال الليلة ولكن في الآخر ديال الحلمة كان مشوش وما فهمت ديال الحلمة كاملة فقت من الحلمة وحسيت بالسخانة في الوجه ديالي نطت وغسلت بالماء وشفت الوقت شفت في الوقت وكان فاتني الحالة للجامعة ضيعت حصة مهمة ولكن درت في بالي سنعوضها من بعد بقيت في الشقة في ذاك النار وداز الوقت طويل حسيت براسي عيان وبقيت غير في الفراش النار كامل وصلت العشرة ديالليل جات عندي مريم وحلت لي هالباب وشفتني في ذاك الحالة ديالمرض عرفت باللي ما عديش نقدر نرسمها اليوم درت مع احترى النار اللي من بعد لكن هي ما بغش تمشي في حالة وتخليني دخلت للكوزينة وطيبات العشاء وتأشينها بشوش بديت كنحس براسي أنا نبريت شوية لكن كيصوني لها الأب ديالة عود ثاني قال لها باللي خص هاتشي عنقاتني وقالت لي ما يكون عندك باس الله يشافيك أبضت مع احتل باب ديالعمارة وودعتها بديت كنتقرب لها بزاف ولا تكتعجبني كتر وبغيت نخطبها قررت هاد المرة فاش تجيل عندي هاد المرة أخذي نقولها لها ونشوف الردد الفعل ديالها ودك شي اللي كان جات في الليل كيف العادة وفي لوقيتها ديال العشرة تعرات وكانت في الوضعية اللي كان رسم عليها وكانوا بقعوا لي آخر اللمسات وغادي تكمل هات اللوحة من بعد سالين الخدمة ولبسات الحويج ديالها وقبل ما نعطيها تشوف الرسمة اجبت معها الموضوع ديال الخطوبة سهلتها وقلت لها واش قابلا نجي عندكم لداركم ونخطبك من والدك هنايا هي الملامح ديالها تغيره وبقت مترضى باش أنها تجاوبني لكن من بعد قالت أنا قابلة ولكن غادي تلقى مشكيل كبير باش تقنع بابا هيتش حال من واحد بغي يخطبني ورفضه إيوالها جات غير علاها دي أنا قادر نقنعو طايق فراسي وكنظن أنه موحال يرفضني موهم أنا علمتك لا يدلي فيها الخير أنا فرحت بزاف باش عرفتها قبلات ولكن بقى قدامي العائق الوحيد واللي هو الأب ديالها كي غادي ندير باش نقنعو جا الصباح وفقت بكري كانت العطلة ديال نهاية الأسبوع لمست حوايجي وتأنقت وأنا يا غادي نخطب مريم من دارهم وصل فيها التوتر وضقيت في الباب خرجت لي يا مرأة وقلت في نفسي أنها أكيد هذه تكون الأم ديال مريم رحبات بي ودخلاتني وجلست في الغرفة ديالاستقبال ومن بعد سؤولاتني كيف يجبك عندنا أوليدي؟ أنا يا جاي طالب وراغب بنتكم مريم في الحلال وطبعا بالريضة ديالكم أنت والأب ديالها هناك شافت فيها بغطب وقالت لي هل تتحكي علينا أو لماذا؟ كيف يجبك؟ هل تتحكي عليكم؟ أنا تعرفت على بنتكم مريم ونوي معها غير الخير لكنها أجوبتني وباقي الغضب في الوجهة ديالها عند مريم أني تتطر عليها مثل عام اللي يفاد وأنا وبابها ما زل ممشيقينش كيف يجبك لنا بنتنا وهي ما زل في شباب جيلة كيفاش؟ كيفاش ميتا؟ هوش أنا يلا تلقت معها البارح؟ وبالإمارة عيت لها بابها في التليفون قدامي؟ وهي هادرت معه وقلت لوراني جاية لكنها أبقت غير كتشوف يوم جاوبتنيش دخلت الواحد البيت ورجعت دافع واحد الكرسي متحرك فيه واحد الراجل المهلوك في الصحة ديال ومشلول ما يقدر يغطر ولا يتحرك وقالت ليه هاده وبابا كيفاش غير يجي حتى يقدر معه ومشلول؟ خرجت من عندهم مشيت نيشا للشوقة باش نجمع الحوايج ديالي ونتحول منها حيث هذا الشي اللي سمعت ما كيدخولش للدماخ وصلت وحليت الباب وقصدت البيت ديالناس شعلت الضوء وانا كنلقى كان نلقى مريم ناسا أريانا فوق الفراش ووجه ديالها كامل محروق الدرجة الدرجة يمكن لي نشوف الجمجمة ديالها والدم بغطي الجسم ديالها بالكامل شافتني وبدت كتضحك بواحد اللي استيري ياه وبصوت اللي كان مرتافع حسيت به غديت قبلية الطبل ديل ودني بغيت نخرج من البيت كلقى الباب مسدود بالقفل جلس في الأرض وبدت كنغوت عليها وكنقول أشو بغيت عندي؟ أشو بغيت عندي؟ حبزات من ضحك وجاوبتني بواحد الصوت اللي غليت اللي عمرني سمعته من قبل كي يخلع وقالت لي ياه أنا سوف نعدّبكم كامل يا غجال سوف نعدّبكم حتى تستعظم سوف نعدّبكم حتى ما عدّبتوني لماذا؟ لماذا ستعذبني؟ أعنا ماذا أدرت بك؟ أنا لم أدرت لي كوالو بعيدة مني أنا لم أدرت لي كوالو ما درت ليك والو اشتراسكي وليتي بحليت كلب ونقوم بحلي بحلي ما تستعيش تعيش غمطت عيني بديت نقرأ القرآن بصوت مرتفع ومن بعد ما بقيت كنسمع والو من غير القرآن اللي كنت كنقراه حليت عيني وملقيت هاش قدامي مشات بحالها لقيت البيت مقلوب سفاعل علىه والفراش مقطع وملاوح للأرض حليت الباب وليه مذهمت كيفاش حتى تسد بالقفل وفي الأخير لقيته مفتوح جمعت حويجي بالزربة خرجت من الشقة وهبطت عند الأساس للعمارة باش نعطيه السوارة ونعود لي كل شي دا كشي اللي حصل معايا بالتفصيل لكنه بقى غير كي يشوف فيه ومقالي أولو أعرفت وممتيقنيش ومشيت المحطة دي الكيران وخليت من مرايش حال من حاجات واللي أهمهم تخليت على الحلم ديلي في العاصمة سنرجع لمدينتي وعائلتي واللي سيقدروني واللي سنلقى راحتي معهم أركبت في الكار واجلست اللور وبقيت غير كي نشوف في الشرشم داز الوقت والكار بقى متحرك دادني الغمطة واحد الخمسات ديال الدقائق والاكتر من بعد حليت عيني لقيت البنت جالسة دايما متكي على الكتفي حققت في وجه ديالها ولقيتها مريم ايه كانت مريم اللي هربت منها ودابها هي ناسة على الكتفي أنا بقيت غير مصطوم شوية سمعت الكلاكسون دي الكار الناس بالدوكة يهبطوا وما فهمتوا قالوا فاقت وشافت فيها وقالت لي اسمح لي يا أخويا كنت متكي عليك اسمح لي يا أخويا كنت متكي عليك كنت متكي عليك هبطت من الكار تبعتها وكانت غادية لكافيتيريا طلبت القهوة وجلسات في الطبلة اللي إحدى الباب كنت كنت توقع أي حركة كثيرة بحلة إلى فايت لي عشت هذا النار من قبل في شي عالم مختلف زعمت ومشيت وطلبت قهوة ووقفت عليها السلام أختي ممكن جلس حداك شافت فيها وقالت شافت انت أولي كنت ركبت حدايا في الكار كان عاود نعتادر لك لا لا خدي راحتك بغيت نسولك أختي خد راحتك وش انتي اسميتك مريم وكتسكن هنا في العاصمة كده تحت عرفتي اسميتي وش فعيت لي نطلقينا ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش أش نقول ليها وش نعود لهذا الشيلي داس عليها ولي ما قدري تيقوا حتى شي واحد واللي هي كانت سبب فيه من الأساس جاوبتها وقلت اه اه رفيت لي نطلقينا كنت بغيت قتليني في واحد الشقة اللي قريبة من المحطة الوجهة ديالك كان محروق وكنت كتقولي باللي سيتعذبين الرجال كاملين وحتى انا معهم ضحكات وبقت غير كتشوف فيها وكتكمل الطحيكات ديالها ما يمكنش انا عمري شوفتك ولكن عارفك وذيك الشقة اللي كتدرح ليها ديالي انا ساكنة فيها وإلا ما تسيقتينيش يلا معايا نردلك الغداء ونيت نورك الملكية الشقة انا هناك رددت في اللول لكن من بعد قبلت انا نمشي معها وصلنا للشقة فتحت الباب السوارد وقالت ليها زيد دخل مرحبا دخلت البيت ديالناس بش تجبد الملكية ديال الشقة وشعلات الضوء لكن بانوا لي اللوحات ديالي معا لقين في الحيط انا تصدمت وقلت ليها انتي مني جبتي هاد اللوحات اللي معا لقين في الحيط جاوبتني بوحد صوت مبدل وغليت بحلي سمعت ذاك النهار فاش كنت انا وياها في نفس البيت وفي ذاك الجو اللي كان كي يخلح وقالت تلك الخاطب ديالي اللي حمو لن تمحرق في هذا البيت بالضبع وحتى انتا ستبعه دابع حسيت برجلية فشلو وقلب ديالي كي يضرب بالزربة مشيت كنجري الكوزينة وهزيت الموس تبعاتني وجات قاصداني وكاتضحك قربات لي وانا نحشي لها الموس في عينيها بقعت كتغوت وطاعت في الارض وانا يا صافي قتلتها اي قتلتها قتلتها وتهنيت منها ونعايد البوليس ونعاود لهم كل شي دك شي اللي اصره معايا من اللو والحتى لدابع اكيد سيتيقوني وبالذليل اللي كان معايا دابع بقيت كنشوف فيها طايحة في الارض والموس في عينيها والدم كيسيل كتبان لي جدة هامدة جبت تليفون ديالي من جيبي وعايت البوليس وجاوبهني وقلت لهم آلو آلو البوليس معايا عياك اسمعني مزيان ارا قتلتها صافي اي قتلتها ارا قتلتها را كانت بغية تقسلني ولكن انا هي اصبقتها وقتلتها آه صافي ماذا تبقى تخرج لي مرة اخرى آه اشهد العادرة كسقول السيدي فين كنتا اعطينا العنوان انا كاين 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 حتي يا كاينة انا كاين معاها دابا في الشقة اجيوا باش تشوفوها هايا كاينة هنا مقتولة في الكوزينة اه انا اللي قتلتها اه قتلتها باش نتهنها منها اوه اوه قاعد رجل غادي يتنوا منها اوه صافي اتش واحد ما غادي تزيد قتلهم من بعض اه انا قتلتها صافي لا تتحرك من بلاستك نحن سنكون لديك في عائل المكان أعطيتهم العنوان الشقة وبقيت واقف بلاستي وكنستنعهم يدخلوا من الباب الشقة والذي من الأساس كان محلول دازم الوقت شوية من بعد كنسمع شي واحد طالع في الطروش القلب دي هلي بدك يضرب الزربة حسيت بالدوخة ودخل عليها جوج نتعلبولي سازين السلاح وشافوني في الكوزينة واقفة الجثة المريم هزيديك الفاق هزيديك الفاق ونعس عليك رشك دردك شي اللي قالوا لي وكنت كنضحك به السيري وعيني فيهم الدموع وكنقول حسلم قتلتها حسلم قتلتها حسلم قتلتها حسلم قتiese حسلم قتلتها أمش Laura أحسلم داروا لي المينوت والتأكدكن الكمس Laure кра всёعق الطائبة دخلوني الوحد اللي بيت فيه طابلة وكرسي فينش للسوني ولا حيث دياله فيه مراية كبيرة ما يبانش من مراها ولكن اللي بيت كامل يشوف فيه البوليس المنمور المراية بقيت قال الشي عشرات دقائق وليدين ديالي مربوطين مع الطابلة من بعد دخل عندي جوش ديال المحقيقين بدأك يسولوا فيه علش قتلتها وشنو العلاقة ديالي بيها وكيف جدرت حتى قتلتها وش كنت غير أنا ببوحدي وولا كان معي شي حد فش قتلتها هاد الأسئلة كاملة ما جاوبت شالت شي وحدة فيهم بقيت ساكد وكنشوف فيهم وكنحاول نفهم أولا نستوحب ما شنو اللي واقع فيه أنا بالضبط الذاكرة ديالي حسيت بها مشات وما بقيت عاقل على والو كنت ما غير الضحك في الودين ديالي بصوت مرتفع وغليط بحل ذاك الصوت اللي كنت كتظر به مريم سديت ودني وبقيتك نقول أنا صافي أنا صافي قتلتك أنا صافي قتلتك بعدي مني بعدي مني بعدي مني صافي انتي أميتا دابا أميتا بعدي مني أميتا لوجه ديالي صفار وعينيه وحمار وبدت كنعرق كنت باقي ساد ودني حتى بديت كنحس بالضفار ديال يدي مزروعين فيهم الدم وكيسيل منهم المحققين ما ذهموا والو وبقوا كيشوفوا فيها وكتبوشي حاجة في الملف الجنائي ديالي من بعد عيطوا لجوج ديال أطيبة هزين في يديهم للباس ما خافيش عليها الباس ديال الحماق شفتهم وبدت كنغوت عليهم وكنقول أنا مش يحمق أنا مش يحمق ما تقيسونيش ما تقيسونيش أنا مش يحمق أنا بعقلي كنت تسمعوا؟ أنا بعقلي أنا غير قتلتها وعني تقوم منها أنا رأى بعقلي رأى هي اللي كانت بغيها تقتلني رأى هي اللي كانت بغيها تقتلني وش ما كنت تفهموش ولكن أنا أنا اللي قتلتها وخشيت فيها الموس في عينيها ومن بعد بديت كنضحك بواحد لي السيري اللي ما كنش متوقحها موسيقى شدوني وربطوني بدك لباس ديال الحماق وادوني الوحد لمستشفى جاف الخرجة ديل المدينة المستشفى ديال الحماق مستشفى ديل الحماق مستشفى كبير واصور ديل طويل وغير دخلوني من الباب الكبيرة حسيت براصي في عالم آخر كتبلي الطبيعة صغيرة من وسط هذا المحيط الداخلي والأطباء غادين جايين والحالات اللي بحالي كعينين ومطلوقين بحريتهم ما غديش نقول الحالات اللي بحالي حيث فشفتهم كانت مدة قصيرة قبل ما يأخذوني لوحد الجناح تحت الأرض ما فيه والو من غير بيوت كان بحالة السجن ولكن الاختلاف اللي كان بيناتهم هو أن البيوت في هذه المستشفى بيضين وفيهم الفراش بيض وكل حاجة فيها بيضة احتمل اللبسة اللي لبسوني كانت بيضة ما عرفت السبب دي لدك اللون ولكن كنت كنحس براسي مرتاح وخال حالات اللي كانوا معايا ما عندهم عقل كنت عارف راسي إلا بقيت معاهم غير سيمانة وحدة خد نولي بحالهم دازت لأيام في المستشفى كانوا كيعطوني واحد المخدر كل نهار كان كي يخليني مرتاح وأي حاجة كنشوفها كتبلي يزوينة وكتضحك وواحد النهار كنت يلا تخطرت ودخلوني لبيتي بقيت جالس ومجانيش النقاس من بعد وقت قصير بديت كنسمعشي أصوات في الذهن ديالي ما عرفتهمش واش ضاحك والأغوات والأغوات والأغضرة وفي نفس الوقت كي يبلي الباب ديالي بيتها مرة محلول ومرة مستوت حاولت ننعس وغطيت رأسي وشوية كان سمع صوت قريب لودني بساف كي يقول لي توحشتيني تصدمت في السمعتك الصوت لحيث كان نفس الصوت ديالي المريم كان نحس بيها كتغضر من وراي ولكن ما كنتش قادر نحرك رأسي باش نشوفها من بعد قلت لي ماشي سهل تمشي وتخليني ببوحدي أنا كامبريك وما غاديش نقتلك ولكن مشار تسوش بي وخليني ديما معك وقال لنعرفت سنعذبك في حياتك أنا لم أعرفت كيف نجاوبها أنا كنت مخلوع منها ومن صوتها وكان قول بصوت مرتافع ندير اللي بغيتي ندير اللي بغيتي غير ما تقتليني غير ما تقتليني ضحكات بصوت مبدل وغليط وقال لي أنا سنعود تخرج من المستشفى وذلك الساعة قد نعيشوا حياتنا مرتاحة فاش خرج هذا المرة من البيت سرعا نبوحل الراجل اسمي جحمال قد تلقاه كي تسميك في قاعدية الفرزة وقد يعطيك الخريطة بصربه من المستمر بزوج بيكم من بعد هذا الهضرة اللي قالت ما حسيتش براسي حتى فقدت الوعي ديالي وفقته ملقيت حتى شي حد في الفرزة اللي كنت هناس فيه كانت الوقيتة ديال الماكلة كنت جالس في القاعدة ديال التلفاس وكنقلب على حمادي اللي قالت لي عليه مريم سألنا الماكلة ودخلنا القاعدة لقيت واحد الراجل الجالس بوحده في الطابلة وكيشوف فيه هزه يديه في السماع وعيتلي بسميتي مشيت لعندوه وانا مستوعب شنو اللي غادي يطره جلست حداه وبدك يضحك بهي ستيري وكان في نفس الوقت كي يعط في يديه من بعد قل لي يا اه 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 انا وانتا غادي نهار وغده مع الوجه اه 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 انا رابعقلي ويلازت بقيت هنا غادي نحماق ديالب الصح اش قلتي اش قلتي اش قلتي غادي نتعاونه 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 صفي انا يسكت وبقيت غير كنشوف فيه وكنفكر من بعد الجاوبة وقلت ليه وكيفاش غادي نديره نهار بو واشا واشا عندك شي خوطة اه اه صرقت السوار ديالباب والبيوت كاملين وعندي خريطة فيها طريقة منين غندوزو شباليك اراكينا الطريقة منين غندوزو ما تخافش انا رعا معك شباليك وراني السوارة والخريطة وزعمت وما فكرت الى حصول اشغال يقدروا يديره لنا داست هذيك الليلة بلا ناس المخدر اللي اعطاوني داير خدمته والمفعول ديره ما يقدرش يسهلي الا اذا نعزت وفقت ولكن ما قديت نغمطيني بقيت كن فكر في العائلة ديالي والناس اللي قرب لي وحياتي كاملة داست من قدامين في ذاك الليلة بعل الشريط قرب الفجر كل شي كالناس الا انا وحمادي باقين فيقين البيت دياله لاسقه مع بيتي وفشو سلط الوقيت ديال التنفيذ الخطة كان كي يدق عليها في الحيط نطس من بلاستي واستنيت ويحل علي الباب من بعد الباب تحل وخرجنا بلا منذيره الحس كان الظلام والطريق اللي في الخريطة ما كاتبانش مزيان وصلنا الاخر باب واللي منمورها كين باب صغيرة واللي قد ينشوفه فيها الحر إلينا حمادي تعكسه ليح سوارت في الباب وبدك يعدر الصوت طريقة طريقة نسمع شي واحد كي يغوط من مورانا وكيقول ما كتبه أتينلينا ليسترفقين غزيم ل messrs غزيم XR oyun دورنا الوجه دينا وشفنا فيه من بعد كي بلنا بحل لشي واحد صرف قوطاع في الارض الباب تحل الغرب بوحدياته خرجنا بالزربة والآدريلالين في الجسم دينا والتأثير دي المخدر باقي لاعب علينا خرجنا على الغابة دي المدينة ومن مراهكين واحد البادية اللي وصلنا لها دخلنا الواحد الدار كانت مهجورة وقررنا أننا نعسفها حتيفوتنا التأثير دي المخدر ونبعد نتحرك في حالنا الدار كانت خاوية وما فيها والو نعست في الارض وكان فيها الشوح واللي ما خلانيش نسد عيني نط وخرجت من الطار وبدأت نظور في البادية وفي الحقول دي المخدر دخلت في الواسط وتلفت على الطريق وكان سمع شي حد كي يتمشى قريب مني كي بل يطل دياله ومن بعد نقز علي وطيحني في الارض كانت كانت هي آه هي مريم وكان وجه ديالها محروق والعين ديالها حمرها والعين الأخرى ما عندهاش الدملي في يديها ورجليها كان المنظر مرعب بزاف واللي خلاني نفقد الوعي ديالي حتى حسيت براسي ناعس في الأرض ديال اللي بيت في الدار المهشورة حليت عيني وما فهمتش وش كانت حلمة خايبة ولا حقيقية كانت دم كيسي المنيفي مسحته باللباس اللي بيت ديال الحماق ونضت من بلاستي ومشيت نقلب على حمادي اللي لقيته باقي فايق وكان جالس في الطوالات والظلام لقيته في حالة صدمة وكانتش كيهضر ما شافش فيها ولا هزعينيه في المرأي اللي كانت في يده سي حمادي هرا خصنا نخرج ونقلب ومناكله ارا غادي نموت بالجوع لكنه ما جاوبنيش حاودت هضرت وقلت له أنا غادي مشي للدار نسرق شي حوايج وش ماكلة اللي خاصنا وغادي نشي خرجت من الدار وخليته مشيت في الطريق وكي بليت دو ديال واحد الشرجم محلول في واحد الدار تسللت وطليت لكنه ما بلي حتى شي واحد قلت مع رأسي غادي يكونوا مالين الدار نعسوا ونسوا الدوشال زعمت ودخلت من الشرجم كان دي الكوزينة عدت قتراسي بالماكلة اللي لقيت في الثلاجة واخدت شوية الحمادي حتى هو بشي قتراسه بقيت كانت سلت من وسط الدار بلي الباب دي الواحد اللي بيت محلول ادفعته غير بالشوية إلا في لحظة حسيت بواحد ضربة اللي فراسي اللي خلاتني نطاع في الأرض ونغيب على الوعي ديالي دازل وقت بحل ليلة كنت ناعس وفقت حليت عيني وكان حس براسي كي يحرقني بغيت نحرك يدي ونوقف ولكن كنت جالس ومربوط في كرسي في واحد البيت شوية الباب تحل ودخل واحد الراجل شارف وهز فيه ديج ويجا أي بندقية شف فيه وشفت فيه وقال لي فقت يا ود الحرام بغيت شفارني أنا غادي ندمك للنهار اللي تزادتي فيه تخلعت وبدأت كان ترعت والتوتر كان باين علي وقلت لي لا 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 عفك ما تدرته شي حاجة الله يخليك أنا غير كنت بغي نأكل أرى كان فيه الجوع ما كنت كان قصد أنني سأخذ لكم شي حاجة الله يخليك ما تدروا له وبنت لي الضار ديالك ودخلت من الشرشمب هذا ما كان عفك ما تدروا له عفك سمح لي وخليني نمشي بحالي بدك يضحك وقال لي أنا عندي 70 عام في هذه البادية وكل شي كيعرفني عايش بوحدة في هذا الضار وحتى واحد ما كان كنت جرى حتى يدق علي بب داري وجنته ودخل من الشرشمب لحية بلحشمة أنا غادي نعيط البوليس وما اللي غادي يعرفوا للشفار بحالك مشاجبوا حتى التليفون وعيط البوليس وجاوبوه وقال لي هم قالوا البوليس وشو يبقى ساكت وطح له التليفون من يديه بدك يشوف يبتسم بواحد طريقة اللي كتخلع والصوت دياله تبدل وكال حبيبي ما تخافش ما غاديش نخلي هات الشارف يدلك شي حاجة أنا ديما معك وديما في جنب كارس للعسيس أنا 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 ما فهمتوا هالوف ديك اللحظة هذا الصوت والتصرفات كانوا ديال مريم واللي وصلتني لهذا الشي كامل واللي خرجتلي على حياتي وكيف ما قالتلي من قبل غادي تعدبني كانت كنت تكلم في الجسد ديال الشيباني ما كتباتش من بعد قرب لي الراجل وبالدك يفقني من كرسي دفعتوه وخرجت كنجري من الطار ومشيت نيشن عند حمادي للطار الماشورة بقيت كنقلب عليه وكان غود بسميته لكن ما كان يجاوبني مشيت للطوالات وللقيت وطايح في الأرض وكان هاس معي ذاك المراهي اللي كانت فيه والكشكوشة كانت خارجة من فمه بديت كنفيق فيه لكن ما بغاش يرجع لواعي دياله هزيته من فوق دهري وخرجت كنقلب على شي صبيه طار في هال البادية سولت الناس اللي في الزنقه ونعتولي يا فين كين ومشيت كنجري وصلت ودخلت كنغوت على الأطيبة اللي كانوا تمك جاء عندي واحد طبيب وقال لي يا مالو مالو أش عنده قلت لي ما عرفتش لقيته وطايح في الأرض وفاقد الواعي دياله ما عرفتش من اللي غد ينذير معاه آفك آفك عطقوه ما تخليوه شي يموت ما تخافش ما غديش يموت غادي يكونك لغيرش حاجة مسموه لا 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 رهما وكلوالو من البارح هنا شف فيه وتعجبوا العينين دياله وقريتهم بحل ليلة كان كيقول في نفسه منين جوهادو وشكون لي سلطهم عليهم عمر شف وجونا وبين علينا برانيين خداو حمادي ومشو بير لغرفة الإنعاش ونبقي جالس كنستنى بره شوية كيبالي الراجل اللي كان دخلته تهجمت عليه في طهره كان جاي داخل المستشفى وشافني واقف في حد الباب لكنه ما عرفنيش بحل لديك شي اللي طرى لي عمره ما كان ما فهمتش كيفاش احتشف فيه وداز من حدايا وكمل طريقه صراحة انصطمني المهم بقى بالي مع حمادي اللي في الغرفة دي الإنعاش ومعرفتش علاش تعطله معه وش عاقو بيه هارب اولا شي حاجة بحلهاك دك بقيت كنحط بزاف دي الاحتمالات فراسي ومن بعد اجتني الفكرة انني نمشي ونخليه في المستشفى يلا غادي نتحرك من بلاستي احتجى عندي للطبيب وقال لي الصادق ديال كان في حالة صدمة قوية وبحالات الحالات فايت لنشف ناوم في هذا المستشفى خاصوا هذه الليلة يبقى هنا بش يتقالج ويفوتوا لحال ارتاحيت فاستمعت هذه الهضراء وقلت للطبيب صافي وخا الحمد لله يا ربي الحمد لله حمادي موقع ليهوالو كنشكرك دكتور كنشكرك خليت وحتى مشى وخرجت من المستشفى كان جري ودير فراسي الفكرة ديال انني غادي نخلي حمادي في المستشفى حيث هما ما حقوش بهارب وديعتقوه من الصدمة اللي ما زال حد الان ما عرفت شنو كان سبب ديالها مشيت كنسوه للناس على البلاصة اللي كان فيها المركوب نعتوا لي واحد المحطة اللي قريبة من المستشفى وكيدوز من هالكار قصدتها والسنية الكاريشي الوجه اللي يدرت غادي نمشي لها هي المدينة الام ديالي فين كان عائلتي وصل الكار وطلعت وما كانش عندي الفلوس باش نخلص قلت للشفور المشكل ديال الفلوس واللي كان عندي وتفهمني ودار فيه الخير ولكن علمني وقال لي وقال لي باللي المشكل هو إذا كانوا البوليس في الطريق حيث يطلعوك يقلبوا الكار وقال لي باللي إذا كانت عندك شي حاجة بحل المخطرات هذي يهبطوني ويشدوني قلت لي باللي أنا مهز معي والو من غير الخلعة والتوتر الكار تحرك من بلاستو وشدين الطريق بقيت كنشوف الشرجم وساهم على المناظر ديال الطبيعة بديتك نرتاح شوية وبديتك نتحمس كتر حيث غادي عند العائلة ديالي والحبابي واللي توحشتهم بزاف من بعد هذ الشي كامل اللي طرالية لأم ديالي اللي باقى في الحياة وكانت أعز حاجة عندي فات الدنيا غادي نمشي لعندها ونعود لها كل شي وانا تايق باللي معلائلة ديالي غادي نلقى الحل هذ المشكل اللي طحت فيه بدون الإرادة ديالي ولا العكس المهم بقيت كنفكر بزاف وانا في الطريقة دوزنا على واحد لقنطراو وكان كيبلي البغراج ديال البوليس قدامنا حسيت بالقلب ديالي كيضرب بسرعة حسيت به غادي يخرج من بلاستو كانت الطريقة عامرة والوقت كيدوز تقيل كان فكر غير إلي طلعوا للكار أشغد نقول لهم وأنا يا مهز معي لا بطاقة تعريف ولا حتى مخلص الكار والحالة ديالي بايعين عليها متشريط وصلات نوبتنا في الباراش البوليس كانوا بزافوا معهم الكلاب ديال الشرطة بحلّه لمقلبين الدنيا علينا أنا وحمادي هاد شي اللي كان كي تصور ليه في الدماخ الباب ديال الكار تحل طلعوا واحد البوليسي وبدك يشوف الناس اللي ركبين ويطلب منهم البطاقة التعريف واللي كيشك فيه كيقل بليه الساك دياله وصل لعندي وقال لي نجبد البطاقة التعريف ديالي قلت لي بلي طاحت ليه وبقى غير كيشوف وجبدلي من جيب واحد صويرة بقى كيحقق فيها وكيحقق في الوجه ديالي أنا مكرات في ذلك اللحظة تشق الأرض وتبلعني وقال لي نوت نوت وقف وقف تقاعد انت مطلب العدالة غدا يلقي عليك القبض الهدرة مشات لي صافي شدوني البوليس غير يرجعوني لمستشفى ديال الحماق واللي هربت منه أنا وحمادي ما يمكنش لي نرجع ليه أنا مشي حمق هبطوني من الكار أنا مستوم وماعرف ما ندير وأصلا ماعرفش المصير ديالي من بعد وقفني البوليس حد الطموبيل ديال الشرطة وكان كي يهضر مع صاحب عليا كانت الحرارة مرتافعة وجاتني الدوخة حسيت براسي غادي نفقد الوعي شو يحسيت بالدمها بطمني فيه وأنا يكن سمع الصوت ديال المريم في الدهن ديالي كتقول خد لي سلاح وهذا دوه رب عقلي مزعمش على هاد الفكرة ولكل جسم ديالي هو لكي يتصرف ما حسيتش براسي حتى خديت لي سلاح بالزربة وصوفت عليها وقلت ليه هو وصاحبه حتى واحد ما يتحرك لا أنت ولا هو حط سلاحك في الأرض أعطني السوار ديالتو موبيل وخليني نمشي البوليس اللي كانوا بالكلاب كيستنوا غير الفرصة باش تلقوهم عليها ولكن أنا كنت مصوب سلع للبوليس اللي معهم ومزعموش خاطروا بحياته التوتر اللي كان فيها أعمرني حسيت به من قبل القاضرين عليهم كي يجري في ذمي البوليس لوحوا لي السوار ديالتو موبيل في الأرض نزلت باش نهزهم كنت منتابه بزاف الحركات اللي كنت كنت ندير القواه فعوبة باش يوقفوني أو اللحتي يديروش حركة هزيت السوار ديالتو ورجعتش خطوات اللور وطلعت للطو موبيل بسرعة كسيرت عليهم وشديت الطريق كيبانوا لي البوليس تابعيني ما قدروشي اللحق عليا كنت غادي بسرعة إلا شوية حارفت على الطريق وبغيت نشد الفران ولكن وتقلبت بي الطموبيل بنت ليها الدنيا مقلوبة وشفت شي ضوءها بطمن السماء قلت في نفسي هذه هي الأخيرة ديالي بشيت فيها شفت الموت بعينيها وفقدت الوعي ديالي باقي كان عقل على الحلم اللي حلمت من بعد الكسيدة كانت في واحد البلاصة خاوي ويوم أفيها حتى شي واحد وتقريبا ديالي بحل شي صحراء ولكن الرملة ديالها بيضة ومن بعيد كيبالي يجوشت النقطات كحليين كانوا كيقربوا لي وكيكبروا على الهيئة دي الإنسان وصلوا لعندي وحققت الوجه ديالهم كانت الأم ديالي ومعها مريم واللي كانت في واحد الجمال الجمال دي الأميرات ولابسة واحد الحواج ديال العروسة من بعد سمعت الأم ديالي كتكليها عندك والدي تفهرات في مريم راها كاتبغيك وحتى اللي فكرت تبعد منها أنا غدي نسخت عليك دنيا والأخرى دنيا والأخرى ومن موراها غدرت مريم وقالت ما يقدرش بعد مني هو ديالي نبوح ديالي ولا ما بغانيش غديقصلي الناس دياليزازين عليه كاملين باش يعرف قيمتي بقاتك تضحكو هي والأم ديالي أنا كنت كان غوط بصوت مرتافع وكنقول لا 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 شوية رجعت الوعي ديالي وفقت من الحلمة بديت نحل العيني بشوية بشوية وكانت كتبلي غير الطبابة في عيني من بعد رجعت النظر ديالي والقدراسي ناس في الفرنش ديال المستشفى كانت جلسة في جنبي الأم ديالي واللي صدمعتني فشفتها وما فهمتش كيفاش حتى لقاتني وكانت شد في الدوقة تقول بسم الله لك والدي الحمد لله من اللي فقت من الغيبوبة كيف قيمتي ديالي بشوية ما كنتش قادر ناظر وحسيت باللساني تقيل علي الكلمات صعبوا علي وجاوبت وانا كنت راهد بالغطرة وقلت في فين أنا فين أنا الوليدة انت والدي في المستشفى قدرتك سيدة والحمد لله دا بنت لابس كنت خايفة عليك بزافة والدي العزيز بقى تكاتبكي وكاتبوس ليها يدي حسيت بالدموعها بطين من عيني بغيت غير نصبرها ونقول ليها باللي ما عندها مناش تخاف ولكن كنت عاجز واحتى الهضراء كنت خرجها من فمي غير بالسيف شو شكون شجابك الوليدة اللي عندي مسحة دموحها وقالت لي كنت كان عايت لك في التليفون باش نعرف خبارك كيف العادة وما كنتيش كاتجاوبني تخلعت عليك وخرجت أنا وبابا كنقلبوا عليك ما خلينا في نقلبنا جيت لهذا المستشفى وعطيتهم تصويرتك واصدموني فاش قالوا لي بلي انت ناس هنا حي تدرتك سيدة وحدى الباب كان جوجد الرجال بوليسيين قالوا لي بلي خاصتين بقى معك غير عشرة ديال دقائق وما نفوتهاش باش يدخلوا يحققوا معك ولكن ما بغوش يقولوا لي شنو درتي عافك والدي قول لي شنو المشكل ديالك قول لي شنو درتي بقيت ساكت وكان شوف فيها كتسويني وشنو درت ويا كتبكي شوية الباب تحلوا ودخلوا عندي المحاققين وخرجوها من الغرفة أنا ما قديتش نقل لي هاوالو في ذيك اللحظة من بعد المحاققين قالوا لي بلي الصديق ديالي حمادي شدهو كان يقول لهم بلي أنا اللي خططت الهارة من المستشفى وبلي هو كان غير كي هارب معايا حيث أنا بززت عنيه كنت عارف حمادي باغي غير يبرأ راسه وخاك كذب عليهم لكنهو خرج غير على راسه حيث فاش عارفوا الخطة اللي درت تأكدوا بلي المعدل ديالتكاء ديالي كان مرتافع ورجعوا هو المستشفى ديالحماق وقالوا لي بلي قدرت عدد شرائم كي أعاقب عليها القانون وغذي نتسجن لعشرين سنة في الحبس أنا فرحت بزاف فشه فش عارفت بلي غذي نتحبس مع العقول الإجرامية ومشي مع اللي ما عندهم حتى قرام ديال العقل ومن جهة أخرى غضبت حيث غذي نتحرم الحرية ديالي وغذي نزيد من بعدها لأعز ما عندي فات الدنيا واللي هي الأم ديالي دازت الأيام تحت الحراسة في المستشفى وما كانوا يجعلوا واحد يدخل عندي بينما تشافيت من بعد خرجوني من المستشفى ودعوني نتحاكم ترفعات القضية علي وكانت المدة التي أعطوني هي عشرة سنوات كنت مذنب والسجن اللي مشيت له كان صعيب بزاف كنت عمرني دخلت له من قبل ولكن الهضرة اللي كنت كنت أسمع عليه كانت كافية أنك تدير أي حاجة إلا أنك توصل ليه دخلوني لأول مرة الغرفة فين كيبتلوا الحويج وعطوني اللبسة ديال السجناء واللي كنت غدي نبقى لابسة على طول من بعد دخلوني لواحد الزنزالة ضيقة كانت ضيقة بزاف وفيها الفراش مضيقة بزاف وما كيتعداش العرض دياله على 40 سنتيمتر والطوالية البلدية الصغيرة في النقطة فيها حاجتي هذا شيء اللي كان في الزنزالة وكانوا يخرجونه ناكلوا في واحد الغرفة كبيرة ويتجمعوا فيها السجناء كاملين وكانت طبلات طوال وكراسة من أسقين معهم والكل كيجلس حتى شيء واحد ما كيبقى واقف كيكونوا معنا في الغرفة الساديال البوليس هزين سلاح وحارسين السجناء أنا كنت كنجلس غير بوحدي ما كنت كنهضر مع التشي واحد أعطيهم التقار وخامن بعد المرات كيبقوا يجب دوني باش نهضر معهم ولا نجب التصدع مع شي واحد لكن كنت كنصب الراسي كان دي الراسي أنا نسمع توالو واحد النهار كنا خارجي من الزنزالة دي السجن كانت الاستراحة دي 30 دقيقة كيخرج الواحد الساعة فيها الرملة والسياج ضاير بها كانت الطريقة الوحيدة اللي كنشم فيها الهونقي وأنا يا كنت كنمشي الآخر السياج كنبقى غالس وكان نقلس بعيدة للسجناء اللي معايا من بعد جا عندي واحد الساجين بين عليهم تديين كانت عنده لحية كبيرة وقف عليها وقال وش نشاعج هيش جديدة هنا يا اياك شفت فيه وكنت مخنزر وجاوبته وقلت اه وش نبغيتي عندي تنتا بتاسم وقال لي واش عنطلب منك واحد طلابي لجيش على خاطرك رجعوا الملامح ديالي لطبيعتهم حيث السيد هضر معايا بالآتاب والاحترام وجاوبته قلت لي اسمح لي اه وشن هو هالطلب كانواقف حدانة واحد البوليسي بالسلاح شافه بوليحي اللي كان كي هضر معايا وقال لي نمشي مع أحد السجناء اللي كيعرفهم يعني الجماعة المتدينين كانوا جالسين ومنعازلين على السجناء وصلنا لعندهم وعرفهم علي وتعرفت عليهم كانوا ضريفين وكي يتعاملوا مزيان عجبني الحال وخال مواضيع اللي كانوا كي هضروا فيها غير على الدين والأحاديث وكانت كتجيب لي القنطة في اللول ولكن من بعد بديت كنت أطرب الهضرة ديالهم بديت كنت شارك معهم الحديث وحسيت بالراحة معهم كل نهار في الوقيت ديال الاستراحة كانت جامعة في أحد البلاصة اللي هي معزولة للسجناء كاملين واللي تفرض من جماعة المتدينين ما بقيتش كنحلم بمريم ولا عمرها خرجات لي حتى من صوتها ما بقيتش كنتسمعه وقلت في نفسي السبب باش بعدات مني وارتاعت من نفسية ديالي هم الجماعة اللي كنجلس معهم حيث بديت الصلاة وبيديت كنت تقرب من الله ولكن الحال ما بقىش كيف ما هو واحد النهار كنت في الزنزالة ديالي وكانت لوقيته ديال ناس قبل ما نغمض عيني بديت كنت تفكر داك شي ليداز عليها ما قديتش ننعس الافكار ديالي تخربقوا ومن بعد بديت كنحس بحلها إلى شي واحد كيتنفس من مور دهري بغيت ندور وجهي باش نشوف كون مورايا لكن ما قديتش نتحرك كنت مشلول جسديا ولكن العقل ديالي كان واعي وكنت كنشوف في السقف وشوية كيبلي بحل شي جسم ديالإنسان كيختار في السقف الصورة توضحات في عيني كانت مريم آه مريم واللي كانت في واحد الحالة اللي كتخلع بزاف الوجه ديالها محروق كتر من اللي كان شحال هادي وفيه الدود كحل وكبير الجسم ديالها عريان وملطخ بالدم اللي كان كيقطع لهوشه بالذات كتقرب لي بزاف الدرجة كنت كنحس بالضوء كيضرب في لحمي وكيحرقني وهدرات معايا بواحد صوت غليط ومرعب وقالت حاولت أنني نغمض عيني ونقرأ القرآن ولكن فمي كان مشلول وحسيت بالكلمات تالفين علي من بعد غوتات واحد الغوتة اللي خلاتني نشوف الضلام وما بقيتش كنسمع والو وفقت لوعي ديالي ما عرفتش حال داست من الوقت ولكن فشح اللي تعيني كن الصباح سمعت البوليس كيقولوا باللي لقيت ديال الماكلة وخرجونا من الزنزانات وقصدنا الغرفة الكبيرة ديال الأكل جلست مع الجماعة وزعمت نعود لهم إلى المشكلة عندي وبالتفصيل المميل من بعد نقز واحد خونا من الجماعة وقال لي أنني تقاصيت من جن عاشق وكلهم تعجبوا فيها من اللي عودت لهم على القصة ديالي مع مريم ولكن ملقاوش لي الحل من غير أنني نقبل السواج بها ونتخلى على حياة الإنس وباش نعيش معها في حياة الجن كانت فكرة وقرار صعيب عليها ولكن حفزني باش نتقبلها هو السجن اللي أصلا الحياة فيه معدومة الجماعة بديت كنحس بهم بغوني نبقى بعيد عليهم ودهك شي اللي درت وليت كنجلس غير مع راسي وكل التفكير ديلي مشغول غير بالقرار اللي خصني ناخد ومن بعد دازت الأيام على هاد الحال وواحد نهار قررت أخيرا أنا نحضر مريم ونقول لها باللي أنا قابل نسوش بيها كنت من وسط الزنزالة دياني وأنا يكن فكر بشي طريقة نحضرها بيها بديت كنغوز غير بوحديتي عليها وكنقول مريم مريم ولا لا مريم ولا لا مريم المحروقة ولا لا مريم المحروقة فينك فينك خرجي خرجي صافي خرجي بغيت نسوش بيك شوية حسيت بوحد تصرفي قاعد تشعل معي الضوء وطعت في الأرض وكان كي بلية واحد ضدر في الحيط جاقها صدني ومن بعد وقف بلا ما يتحرك بحل يلا كنك يشوف فيها مباشرة شوية بديت كنسمحاك تهضر معي في الدين ديالي وكتقول أنا سمعت الهضر اللي قالوا لك جماع ودابا خصوك تقول لي وش أنت قابلت زوج بي أنا عارفك كتب غيني وما غادش تقول لي أنا باقي مصدوم تكتصرفي قوما فاهم شنو كتقول لي بغيت نستوحب ولكن ما قديتش كنشوف ذاك بطل في الحيط وبقيت غير كنقول أنا بغي نزوج بك أنا بغي نزوج بك أمريم صافي أنا عييت عييت أنا عييت عييت وصافي بغيت نخرج من هذا الشعيم كنسمحاك تضحاك وكتقول وش كي سحاب لك غير أجيو تزوج بي كنشوف هاتك الطن يوقف قدامك هاتك راح راجلي القديم أنا مبقيتش كاميري أنا كاميري كنت وهناي أنا زد صدمت وزدت خلعت كثير وبدت كانت راعد في الهضرة ديالي وكان قول لي كيف هاش كيف هاش راحلك وشنو بحثين يندير أنا وشوية شوية يدك الظل مبقاش كيبان مرين بدتك تقول لي خصك تقتله خصك تقتله خصك تقتله وشوية يوقف لنا في الطريق وما غاديش يخلق تزوج بيه تعجبت بالخلعة وقلت لي كيف هاش غادي ندير كيف هاش غادي ندير حتى نقتله ما يمكنش كيف هاش بقيت كنسمحاك تضحاك وقالت لي بنفسك بقيتك تعرفه وكنت كنت تقول سمعه ديالي لساحة يلحف اسميه سحمد أحمد 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 كان من الجماعة ديال المتدينين مكان شكي يضرب بزاف وكان ضريف وما عمرني شفت منه يلعب أحمد هو هو هذا الرجل اللي فاش سمع القصة ديالي مع مريم نقز من بلاست وقال لي أصابك جن وعاشق يا أخي في الله أنا ما عرفت أشمق وليها بقيت كنفكر بزاف ولكن في الأخير قبل كنت ندير ذلك شيء اللي بغات مني كان الصباح وفقت من الناس وبالي باقي مشغول في التفكير كنفكر كيفاش ندير باش نقتل أحمد دخلنا الغرفة كبيرة دي الأكل كنت جالس بعيدة للجامعة كليت وانا كنفكر بالطريقة اللي نقتل بها أحمد كنت كنقلب على شي موس أو سلاح باش نستعمله بالقتل ما كانوش كي يعطونا الأدوات الحادة بقيت كنقلب على شي مصمار في الكرسي واللي كنت جالس فيه لقيت واحد وكان ساهل فشحي التوم الكرسي نطت من بلاستي والمصمار في يدي ووصلت حدا للجامعة وكانوا مشغولين بالهضرة وكان أحمد جالس حداهم قربت ليه وتهجمت عليه قدام الجامعة وخشيت المصمار في عنقه بدت الذنك يسيله من بعد فقد الوعي دياله وفارق الحياة قتلته الجامعة بدوا كي يغوتوا على الحراس جوا كي يجروا عندي وشدوني وطيحوني في الأرض أنا كنت مصدوم وما عارش كيفاش حتى قديت نرتاكب هذه الفعلة كنت كنشوف حمد في الأرض والدم في عنقه من بعد الحراس خرجوني من الغرفة الكبيرة واخدوني لوحد الزنزانة ضيقة كتر من اللي كنت فيها كانوا السجناء كيسمي والحفرة الوحدانية أو السجن الانفراضي كانت مضلمة وفيها الفيران والماء في الأرض وكانت فيها الريحة خانزة بقيت فيها لمدة يومين بلا ما كلاوالا ما كنت كنعاس ولا حتى كنت كنقدر نغمض عيني من بعد جاء عندي واحد الحارس وحلع لي الباب وخرجني وقال لي بللي عندك محاكمة اليوم خداني باش يلبسوني الحوايش ديال السجن اشتاد ومشيت متحاكم وقالوا لي في المحكامة بللي ادرت جاري ما تقاتل عمد وغادي تكون المدة ديال الحكم هي السجن المدة للحياة تصدمت وخاكنت متوقحها وكانوا ينقلوني من السجن اللي كنت فيه الواحد السجن القديم في المدينة السجن ديال القتالة والمغتصيبين والصعوبة ديال داك السجن كانت كتر من السجن اللي كنت فيها أنا دابا وفي اليوم الثاني كانت العملية ديال النقل اركبوني مع خمسة السجناء وفي واحد الكار كان مخصص للنقل السجناء غادين في الطريق وكنت كان فكر في الحكم اللي اعطاوني والحرمال اللي غادين عاني منه حتيجي داك اليوم ونموت فيهاك داك داك النهار كانت فيه شتا خيط من السماء وكانت الرحلة ديال السجن في الليل الشرجم ديال الكار كان مغطي بالنقاطي ديال الشتا وكانت نعادة من الرؤية شوية حسينة بالكار نحارف على الطريق ونتقلب شديت بالكرسي اللي كنت جالس فيه وشفت في الشيفور والحراس اللي معا فقدين الوعي ديالهم حتى السجناء اللي كانوا جاسين من مورايا ما تطيقوا شنو كانت عيني كتشوف بالزربة هرست الشرجم برجلي وخرجت من الكار وبقيت كان جري في الغابة ما وقفتش باش نشوف من مورايا ضربت مسافة طويلة على رجلي حتى حسيت بيه ما بقوش قادرين يتحركوا من بعيد كانت كتبليه واحد ضار صغيره مشيت لها وقصدتها ديراكت كانت مهجورة ومحطمة تخبيت فيها باش نرتاح ودخل الواحد اللي بيت صغيره واللي كان مغطي منشته نعزت وكان فيها ججوع وصخفان دازت هذه الليلة والصباح طلع وحليت عيني بليه بحلّة إلى شيء واحد داز من حدايا كي يجري جمعت الوقفة ومشيت كانت تسلل في الضار المهشورة حليت الباب دي الواحد البيت دخلت وكانت طلام وغير شوية دي الطوف واحد الشرجم مشيت حليته ومن بعد شفت في البيت وكانت بليه مريم وواقفة الحيط كانت في هداك الجمال اللي شفته في هذيك الحلمة نهار اللي درت الكصيدة خلعتني واحد شوية لكن من بعد بديتك نولفها بتسمعت لي وقالت لي مزيانة رجلي العزيز قتلت تلك الحمر دي الحمد أنا فرحانة بك كان بريك مزاف ودبا بقى لك حاجة وحدة تديرها باش نبقى ديمة مع بعضياتنا صدمتني فاستمعت الهضرة اللي قالت ما يمكنش اشنا هي هاد الحاجة واللي باقي مدرتها حياتي كانت غادي تمشي من بعدك شيء كامل اللي كانت تقول لي ينديره وما زال بغية مني ندير آخر حاجة باش نبقى ديمة معها جاوبت وانا مصطوم كيفاش امريم اشنا هي هاد الحاجة اش بقي خاصني ندير كتر يقلت لي يا احمد واللي كان وقف لنا الطريق اش بقي ما زال ضحكات بصوت مرتفع وقالت خاصك ندير واحد طقوس ضروري اش تمشي معايا العالم الجن ونعيش انا ويك وما يقدر يفرق نحت واحد شددني الخلعة وبقيت ساكت وكنفكر اهد من بعد جاوبتها وقلت لي هبلا ما نحس براسي ما حسيتش براسي اش كامقول واخالة لامريم اللي طلبتها مني نديرها بتسمت وقالت ستخرج من هذا الدار و ستلقى واحد تحت الدود ستأكله و ترجع العندي اللي هنا تعجبت و بالخلعة ما جاوبتهاش مشيت نيشا وخرجت من الدار المهجورة لقيت واحد الحجر حدها الباب هزيته و لقيت تحتها الدود و هزيته بيدي و كليته مباشرة و بلا ما نفكر لكن كان المضاق دياله زمين و ملقيت الصعوبة فيه و من بعد رجعت لعندها البيت اللي كانت فيه و لقيتها جالسة و ندور عليها الشمع و كانت راسما في الارض واحد نجمة ديال الشيطان و اللي كنت كنشوفها خير في الافلام شافت فيه و قالت صحة لا بقلس حدايا و هكذا الموس انا غادي نقول لك شي هادرة ما غادش تفهمها ولكن غادي تقرأها علي بصوت مرتفع و في نفس الوقت غادي تبقدر بيديك ستضربات حسيت براسي كان دير ذاك شي اللي كتقول لي بدون شعور ما كانش كتجيني حتى شي حاجة صعيبة ديك الهدرة اللي قالت لي يا كانت اللغة مانفهماش ولكن كنت كنعودها من مراهب حالي لكنت كنعرف ناظر بيها كنت في نفس الوقت كنضرب في يديه و ما كنحس بواله شوية فقدت الوعي ديالي و كنت كنحلم براسي في واحد المدينة خاوية ما فيها حتى شي إنسان أو لاشي روح كنت غير بوحدي و كنجري في الشارع و في الظلام كن كيبليه واحد الضوء من البعيد و كنت قاسده و كنجري كنقرب ليه و كيزيد يبان مزيان و فش وصلت كانت مريم لابسك سوى بيضة ما حسيت شبرازي حتى عن النقطة و قالت لي هفوذني حبيبي انت ديالي و أنا كنبغيك بزاف شاوبتها و قلت لي ها حتى أنا كنبغيك حبيبتي من بعد شافت فيه و كانوا الملامح ديالوجه دياله كي تبدله بحلي لك الوجه دياله كي تتحرق و الدود كي يخرج منه و الدم كي يسيل و غوتات واحد الغوتة في الوجه ديالي حتى حسيت بالدنيا ضلمات عليا ما بقيت كنس معواله من غير صوت ديالاله ديالالدقات القلب اللي كتكون في المستشفى حليت حيني غير بالزز و كانت الرؤية ما واضحاش لي و كنت كنشوفه في خير الطبابة شوية بديت كنشوفه في السقف و لقيت راسي ناس في واحد الغرفة ديال المستشفى و كنت دير الجهاز ديال التنفس حييته من فمي و بديت كننطرب واحد اللغة لمن فهماش سمعتني واحد طبيبة وجدتك تجريل عندي على سلامتك فقط من الغيبوبة كنت يسحب لي غادي تفارق الحياة كنت في حالة صدمة و راسي كنت يحرقني و جاوبتها شنو كيفاش غيبوبة و لكن عفاك حاول ما تصدرش بالززاف حتى يفوتك الحال و تفوتك الصدمة انا يا فين كين تابا فين كين انا يتابا و شنو طرالية بقيت ساكتها و من بعد جاوبتني وصلتنا شيكاية من عند عساس العمارة اللي ساكن فيها و جاءت الشرطة القضائية و دخلوا عليك للشقة و لقاوك غارق في الدم كنت يدار بيديك كنت عادي تنفذ عملية انتحار و لكن جابوا كل المستشفى في اقرب وقت و قدرنا نعتقوك من الموت الغيبوبة اللي كنت فيها سمرت لمدة خمس ايام و لكن بالحمد لله موقع لك والو ما قدرتش ما قدرتش نسيق الهدرة اللي قلت لي يا الطبيبة كيفش حتلقيت راسي في المستشفى دي العاصمة و أنا كنت في غيبوبة و وجدك شي اللي ترى لي يا كامل بالصح ولا غير حوله محلمته من وسط هذيك الغيبوبة اللي كنت فيها بقى التساؤل مطروح في الدهن ديالي و ما عرفتش كيفاش ندير حتى نتي نتيق أو نستوع بدك شي اللي ترى لي بقيت في المستشفى دك النار و بديت كنحس براسي أنني ارتاحت شوية خرجت منه و مشيت للشقة اللي كنت كاريها و وصلت لقيت لعزة سواقف في حد الباب أعطاني السوارة و قال لي يا على سلامتك يا سيدي خديت من عنده السوارة و قلت ليها قل يا سيدي و كنت يعارفش أنه كنت كنذير هنا يا عدل وقت كامل في الشقة ديالي تبقى غير كيشوف فيه و الملامح ديالي وجهدي لو تبدلوا جاوبني و قال كنت كندوز من حد الباب ديال الشقة و كنت كنسمع صداع و كنت كتش أضرب وحدك و واحد النهارة كنت دايز في الصدفة و سمعت لغوات ديالك و عايت اللي بوليس و دخلوه عليك و لقاوك طايح في الارض و كلك دم صدمني فاشقال هاد الهضرة و بقيت غير ساكت دخلت للشقة و لقيت فيها الفوضى جمعت حويجي و خرجت باش أنا نمشي بحالي في خطرة من العاصمة و نقصد المدينة ديال أم ديالي و اللي فيها عائلتي خرجت من الباب الكبيرة ديال العمارة و كنت بغي نشط الطاكسي من بعد بنتليا مريم هي و واحد الراجل و معاهم طفل صغير في الكروسة كانوا قاطعين الطريق أنا تصدمت فشفتها بالزربة ركبت في الطاكسي و مشيت للمحطة ديال كيران و دازت الرحلة من العاصمة للمدينة ديال الأم سلام مشيت للدار ديال العائلة و دخلت و لقيت كل شي مجموعين و كيبكي و بقيت مصطوم و الابتسام اللي كنت راصم على الوجه ديالي تمسحت شفتني الأخت الصغيرة ديالي و كانت تبكي و كانت تجري و عنقاتني و كانت تقول لي يا أخويا أخويا ماما كنتموت حسيت برجلية فشلوا عليها و الدنيا ظلمات عليها و الدموه هبطوا من عيني دفعت أختي و مشيت كنجر لي لبيت ديال الأم ديالي لقيتها في الفراش كانت كتلفظ الكلمات الأخرين ديالها شافت فيها و كانت كتخرج لها دراخير بزز و قالت لي لدي و كانت كتلف و كانت كتلف و كان يمكنك أن تنجح و تسعي و تسعي وقالت بصوت مبدل وغليط حبست البكا وتصدمت فاسمعت الأم ذا الذي قالت اسميها شفت فيها وكانت مل أمانة خدها أمانته فرقات الحياة وبقيت في حالة صدمة ومبقيتش كناثر حياتي من بعد هاد النار تبدلات وما زال معارض السبب اللي خلّها تشي كامل يوقع تحرمت من أعز ما عندي فات الدنيا أم ديالي مستقبلي ضاع وبقيت منغالق على راسي حتى عمرته بالتفكير لقيت الخمر كواسيلة اللي تقدر تنسيني فات شي كامل قررت ندير الحلة هاد المشكل أجلست في الدار وحطت حدايا الموس والقراع دي الشراب بقيت كنشرب حتى فكرت في الانتحار هزيت الموس في يدي وبلا ما فكرت اذبحت راسي من جهة العنق وحسيت بالحرارة طلعات معايا ونفست حبسات ليها فقدت الوعي وبديت كان تخيل راسي طاير في العوا ونشوف الجدسة ديالي مرمية في الأرض والدم في كل بلاصة عرفت راسي ولي تروح بلا جسد ومن بعد هاد المرحلة ما يقدر حتى شي واحد يعرف المصير ديالي من غير الله النهاية على مركز على اس لحن صدق نائز اشتركوا في الناس migrated